بين التراجع عن العقوبات الاقتصادية والعودة للالتزام والاتفاق النووي تقف بقية أطراف مجموعة الخمسة زائد واحد حائرة بين واشنطن وطهران آخر مواقف التصعيد الإيراني كشفت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعلام أعضائها أنها بدأت الحد الماضي ضخ سادس فلوريدا اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي فيما يصبح الاتفاق لإيران بتقصيب اليورانيوم فقط باستخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي IR1 في محطة تقصيب الوقود لأغراض تجارية في نطنز تقرير وكالة الطاقة الذرية أكد أن السلسلة الرابعة التي تحتوي على 174 من أجهزة الطرد المركزي IR2M ركبت لكن لم تغدى بعد بسادس فلوريدا اليورانيوم الطبيعي فيما يجري تركيب سلسلة خامسة بينما تركيب سلسلة سادسة لم يبدأ بعد وأمام لغة التحدي هذه تعلن واشنطن أن لصبرها حدودا دون تحديد متى ينتهي فهي لا تزال في انتظار مقترح إيران البناء للعودة إلى التفاوض بشأن الاتفاق النووي على حد تعبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مقترح إيراني يصعب التنبؤ بموعده هو الآخر بعدما تقلست قدرة حكومة حسن روحاني على التحرك بحرية في الملف النووي بعد انهيار كافة وعود الازدهار التي صحبت مفاوضات الاتفاق النووي في 2015 ولم يعد في ذاكرة الإيرانيين سوى سنوات ترامب العجاف فهل يقدم جو بايدن أي تنزلات لرحاني تحفظ ماء وجهه وتسهل مهمة إقناع القائد الأعلى علي خامنئي بالعودة إلى طاولة التفاوض